يَا أَلَّهُ 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم كان الكلام في المقدمات التي يستند إليها الذي يريد أن يجتهد في المعارف الدينية من الواضح أن الذي يريد أن يجتهد في أي دائرة من المعارف الدينية يحتاج إلى مجموعة من المقدمات وهذا مما لا إشكال فيه السؤال الذي طرحناه في الأبحاث السابقة ووقفنا عنده طويلاً ومفصلاً أعزائي قلنا بأنه المرجع الديني هو الذي لا بد أن يتوفر على منظومة المعارف القرآنية وما لم يتوفر على هذه المنظومة فليس بمجتهد ولا يمكن الرجوع إليه بالبيان الذي تقدم سابقاً من هنا صار الكلام بأنه هل يشترطوا أن يكون مجتهداً في جميع المقدمات أو يكفي أن يكون مجتهداً في الدائرة التي يريد أن يجتهد فيها يعني افترضوا يريد أن يجتهد في كتاب الحج بطبيعة الحال يحتاج إلى مجموعة المقدمات المرتبطة باللغة والنحو والصرف والبلاغة وفقه اللغة وغيرها أي كلها العلوم ماذا؟ العلوم اللغوية العلوم الأدبية اللي نصطلح عليها في حوزاتنا العلمي يشترطوا أن يكون عالماً بالمنطق خلافاً لسيد الخوئي لماذا؟ لأنه يريد أن يستدل فلابد أن يعرف الطرق ماذا؟ طرق الاستدلال وطرق الاستدلال ليست كما يقول السيد الخوئي أنه يعرفها كل إنسان لا أبداً قد تقع فيها مغالطات كثيرة ولذا في علم المنطق أنتم بعد البرهان تقرؤون فن ماذا؟ فن المغالطة يعني ماذا؟ يعني حتى تميز الاستدلال الصحيح عن الاستدلال ماذا؟ ده أتكلم عن الصورة هامودة أتكلم عن المادة عن طريقة الاستدلال كيفية الاستدلال لا بد أن يعرف المنطق وهذا المنطق هل يكفي أن يكون المنطق الأورستي أو لا بد أنه المنطق الاحتمالي الذي بناه السيد الشهيد أيضاً لا بد أن يعرفه لا لا بد أن يعرفه لماذا؟ لأنه علم من أعلام المدرسة مدرسة أهل البيت ووزن محمد باقر الصدر يعتقد أن التواتر وحجية خبر الواحد وكثير من أبحاث علم الأصول مبنية على نظرية الاحتمال مو من مبنية على نظرية ماذا؟ المنطق الأورس ولابد تعرفه هاي المقدم من المقدمات على ما أشرنا إليه وأشاروا إليه أنه لا بد أن يكون واقفاً على المعارف القرآنية له جميعاً كما نعتقد لولا أقل بآياتي ماذا؟ آيات الأحكام كما هم أشاروا وصرحوا به هذه هم من الموارد من الموارد لا بد أن يكون واقفاً على علم العقائد لما أشرنا تفصيلاً فيما سبق أنه هناك عشرات بل مئات بل آلاف المسائل الفقهية جذورها مرتبطة بأي شيء أعزائي ها؟ مرتبطة بالمسائل الكلامية والعقائدية لا أقل أن ترجعوا إلى علم الأصول تجدون عشرات المسائل العقائدية أين موجودة؟ موجودة في علم الأصول الحسن والقبح العقلي مولانا هذه مسألة فقهية ولو مسألة عقائدية مسألة كلامية عقائدية وإن تربع الأصول تقرأ في الحسن والقبح مسألة حجية القاطع هذه مسألة فقهية أصولية كثير منهم قالوا لا فقهية ولا أصولية لا علاقة لها هذه مسألة مرتبطة بنظرية المعرفة هذه المسائل لا بد أن يقف عليها وإحنا ضربنا مثال ماذا؟ مسألة التوسل ووقفنا عنده مفصلة وأوضح من ذلك جميعنا عزائي علم الأصول بعد هذه لا خلافة فيها أن الذي يريد أن يجتهد في مسائل الحلال والحرام لا بد أن يكون ماذا؟ واقفا على المباني والقواعد الأصولي السؤال خلوا ذينكم يم السؤال وهو أنه هل يشترط في الذي يريد الإجتهاد في هذه الدوائر يعني دوائر الحلال والحرام أن يكون مجتهدا في كل هذه المقدمات أو لا يجترط من شأوا هذه القضية من أين طرحت أعزائي؟ من شأوا هذه القضية طرحت؟ قالوا إذا صار في بعض المقدمات مقلد وليس بمجتهد وتنطبق عليه القاعدة المعروفة ماذا؟ أن النتائج أو النتيجات تتبع ماذا؟ شنو؟ عيدوها؟ أخس المقدمات هس إن شاء الله بعد ذلك لا بد أن نعرف بأنه هذه أخس المقدمات لو أخص المقدمات هس أنا ما أدري هذه السينة من يندخلت على الخط بعد ذلك سيتضع أعزائي يظهر اللي ذاك اللي نقلها إلى علم الأصول أو نقلها إلى الاجتهاد والتقييد ما أدري الصاد زين ما شأن يقدر يقولها فصار الصاد شنو؟ مع أنه المساكين للمناطق ما قالين أخس المقدمات قالين أخص المقدمات هس لابد نرجع نشوف أصلا مرتبطة لو ما مرتبطة وأغيون في باب الاجتهاد والتقليد ما كلف أحد منهم نفس أن يرجع إلى أصل هاي المسألة عند المناطق هي أخس له أخص هي شنو هي أصل هذا اللي تجدوني أنا بعض الأحيان أحمل حملات يقولون سيدنا والله حملات ما بها رحمة لأنه يا أخي ارجع للقاعدة نشوف شنو قائل المنطقي أنت مو تقول هاي قاعدة منطقية إذن وين لابد تراجع مولانا تراجع بالفيزياء وراجع في علم منطق شوفوا المناطق الشنو قائلين المساكين المساكين المناطق قائلين أن النتائج تتبع أخص المقدمات فإذا كانت المقدمات كلية النتيجة كلية وإذا كانت المقدمات جزئية النتيجة جزئية هاي شنو علاقتها بمسألة أخص المقدمات فإذا كان مقلد صار مقلد مولان شنو علاقتها هاي بذيك شيء أصلا كل علاقة ما وسببها ما هو أمر بسيط جدا أمر بسيط وهو أن الأغيون ما عنده أو بعضهم لا أقل ما عنده خلق يراجع شنو في علم المنطق أنه بابا هذول الشنو قالوا في علم المنطق هات من هو لا هذا كباحث آخر أريد أقول القاعدة مو محل هون أخص غير الأخص مو الأخص أنت عندما تخلي عن الشريف وخسيس الشريف الشرف ما هو في الاجتهاد اسمح لي شيخنا الشرف ما هو في الاجتهاد والخسائن في التقليد فإذا صارت بعض المقدمات اجتهادية بعضها تقليدية فالنتيجة تشتصير مقلد هذا إذا قلنا أن النتائج تتبع أخص المقدمات أما إذا قلنا أن النتائج تتبع شنو أخص المقدمات أخص مو أخص يعني شنو يعني إحنا ما نقدر نأخذ النتيجة إلا بقدر شنو إلا بقدر المقدمات فإذا مقدمات أبو الميت درجة تطيق نتائج شنو أبو المية إذا مقدمات أبو العشرة تقدر تأخذ من النتائج أبو العشرين هل شنو علاقتها بالخسيس والشريف شنو علاقتها بالاجتهاد والتقليد حسنا بحث إن شاء الله إذا صار وقت أجيب لكم أعزائي القضية الأصلية هي هذه وهو أنه هل يشترط أن يكون الذي يريد الاستنباط والاجتهاد المصطلح في باب الطهارة باب الصلاة باب الحاج باب الصوم باب المعاملات أنه يحتاج إلى أن يكون مجتهدا في جميع المقدمات أو لا في باب المعاملات أكو آية تقول أوفو شنو بالعقود يا با هذه أوفو بالعقود يا عقود هذه العقود المتعارفة في ذلك الزمان الأعم من العقود المتعارفة في ذلك الزمان والعقود المستحدثة مثل عقد التأمين هذه عقد التأمين لا هو بيع لا هو إجارة لا هو مرابحة لا هو مضاربة لا هو مساقات مولانا شنو هذا يقول عقد أصلا لا ينطبق عليه أي ضابط من ضوابط شنو العقود السابقة هذا مشمول بقوله أوفو بالعقود لو مو مشمول شنو تقول جنب عندك طريقين لو تجتهد في الآية وتقول إما عامة العقود القديمة والعقود ماذا؟ المستحدثة اللي احنا عشرنا إشارة إجمالية إلى في رسالتنا العملية الفتاة والفقية الجلج الثالث المعاملات هاي وقفنا عدل لأنه مسألة ابتلائية هناك فاتصفحة ثلاثة تكلمنا عن هذا لو أنت تقول عامة فإذا كل عقد مستحدث لم يكن منافيا لقواعد المعاملات فهو الآية ماذا قالت؟ ها؟ أوفو به أو لا واحد يقول لا هاي الآية منصرفة إلى ماذا؟ إلى أي عقود العقود اللي كانت بذلك الزمان أما العقود المستحدثة بعد مشمولة للآية لو مو مشمولة مرة تجتهد في الآية فأنت مجتهد في هاي المقدمة التفسيرية مو أصولية ولا فقهية هذه مقدمة شنو؟ تفسيرية ومرة تقول بيني وبين الله أنا ما عندي قدرة أن أجتهد في البحث التفسيري في هاي المقصة أقلد منه؟ شيخ الأنصاري شيخ الأنصاري قال مو عامة خاصة أنا أبني على أنها شنو؟ خاصة فإذا هو مجتهد في التفسير لو مقلد في التفسير هذا إذا اجتهد وجاء إلى البحث الفقهي هل يعد مجتهد والرجوع إليه رجوع إلى الحجة؟ أو لا يعد الرجوع إليه رجوع إلى الحجة؟ ياه من ابتلائية لو مو ابتلائية المسألة؟ نعم ابتلائية الآن مبتلين بها التفتولي جيداً هل يشترطوا في المسائل الكلامية أن يكون مجتهدان أو لا يكون مولانا حسن والقبح العقلي شو تقول مولانا في الحسن والقبح العقلي؟ تقول حسن وقبح عقلي لو حسن وقبح شرعي ياه من لتعلمون أكو خلاف بين من؟ ها؟ بين من؟ بين أشاعر ومعتزلة طبعاً هذا الخلاف بثلاث أقسام إن شاء الله إذا نتوفق إن شاء الله نخرجه بشكل تفصيلي في كتاب موسوعة العدل الإلهي خمس مجلدات أرجو الله أن أوفق له هناك بيّنة مع الأسف أكو خلط في هذه المسألة ثلاث مسائل هنا الخلاف بين الأشاعر والمعتزلة الخلاف بين الأشاعر والإمامية الخلاف بين الإمامية والإمامية لأن الأخبارين مختلفون مع الأصوليين في الحسن والقبح ولكن هذا غير الخلاف بين الإمامية والأشاعر وغير الخلاف بين الأشاعر والمعتزلة حسنا ما نريد ندخل فيها التفاصيل مولانا ما هو رأيكم والمبارك في الحسن والقبح تقول لي والله وين عندنا إنسان وقت خليه لحق مولانا ما أدري شون وين ملحق تبني علي عندك مسائل وين بالاستدلاج شتري تسوي يقول والله أنا معتقد بأنه السيد الصدر أعلم في هذه المسألة من راجعت شفت أفضل من بحثها منه سيد محمد باقر الصدر فأنا في هذه المسألة مقلد إلم ها وأبني عليها النتائج خلص هذا مجتهد لو مو مجتهد يعني بعبارة أخرى فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا هذا من مصاديق رواة الحديث لو مو من مصاديق التفتولي أعزائي والله أصلا تعيشون أنتو في هالمسائل ولكن ما حد ملفت نظركم منبهكم على خطورة هالمسائل اجتماع الأمر والنهي هاي مسألة شنو كلامية تمام اجتماع الأمر والنهي مسألة شنو كم سنة تدرسوها في علم الأصول خمس ست سنوات يجوز اجتماع الأمر والنهي او لا يجوز ها؟ يعني هم المولى يأمرك وهم شنو ينهك يجوز او لا يجوز تدرون معركة الآراء بين الأصوليين أنهما بعض يقول يجوز الاجتماع وبعض الآخر يقول ماذا؟ لا يجوز المحققين المحققون من علماء الأصول قالوا هاي المسألة جذورها مرتبطة بالفلسفة م subscribe ليس مرتبطة بعلم الأصول بس هي دخلها صحاب الكفاية يابا وين مربوطة بعلم الأصول؟ قالوا هاي المسألة مرتبطة بأصالة الوجود وآصالة الماهية فمن قال بأصالة الوجود قال بالجواز من قال بأصالة الماهية قال بعدم الجواز جنابك سشد قول مولانا بالجواز لو عدم الجواز لابد تروح تبحثها وين وين في الفلسفة تقول بيني وبين الله انا اجاوب عنك قربتين الله تقول انا المحرم الفلسفة اروح اقراها بالفلسفة شلون فافضل شي اقول النائيني افضل من حقق هذه المسألة فاراجع النائيني يقول الاجتماع لو يقول شنو الامتناء وعلى اساسه ابني شنو ها الاحكام في باب الغصب والصلاة كل الابنين لو ابنيها على الجواز لو ابنيها على الامتناء هذا يجوز الرجوع عليه اقلده لو ما قلده شو تقولون اعزائي اذا لا يقول لي واحد سيدنا ليش دخلتنا هالمدخل والله عم يدعيشون انتو ما ردي اقول فالتعابير قد تتألمون ولكن دعيشوها انتو هاي المسائل هو اللي يعتقد حرمة البحث الفلسفي خلد سبعين لا اقل سبعين مسألة فلسفية اكو بعلم الاصول شو نسوي هذا ماذا فعله سبعين مسألة لا اقل لا اقل انا في عقيدتي واي اكثر من هذا ولكن انا اتكلم عن كتاب مكتوبة باللغة الفارسية بيش فارس هاي الفلسفي در علم اصول يعني الاصول الموضوعة من الفلسفة اللي داخله وين في علم الاصول اما علم الكلام فحدث ولا حرج الان لا اقل انا عندي خمس ست كتب مولانا حاصين المقدمات الكلامية في علم الاصول واحد من هلن الكتب الف ومثين صفحة مو اش ما اكو مسائل كلامية جامعين قال بابا هذي لابد تنحل حتى انت تطي رأي وين اهنا عد يجي واحد يقول بابا شنو علاقة عملية الاجتهاد بعلم الكلام السيد الحيدري وينه وينه بيني وبين الله حقه والله حقه هذا من قبيل واحد يقول لك بابا القرآن نزل بلسان عربي مبين هذول المفسرين على شنو خاب صين مولان و اقرأ القرآن و افتهمه بمشكلة بابا نزل نزل بلسان ش تقول له انه بينك و بين الله ش تقول له ش تقول له تقول له الله الله لو لو اليه يعقل له لك عقلك وما عندي تشاره شا يقول لك عنه صحيح نزل بلسان عربي مبين ولكن هذا اللسان العربي مبين هو قال لرسوله لتبين للناس ما نزل اليهم اذا تبين يحتاج تبيين لو ما يحتاج تبيين اذا ما يحتاج على شنو لتبينه كذلك في الكلام هسا خلونا عن الابحاث الاخرى نظرية المعرفة وعلم المنطق خلوه اذا اعزائي اتصور محل النزاع التضح للأعزاء واذا تذكرون احنا في الابحاث السابقة يعني في علم الفقه الحمدلله باعتبار الطلبة مشتركين في علم الفقه قلنا قلنا تشخيص مرجع التقليد انه يعرف او لا يعرف هذه من وظائف من من وظائف المكلف كما من وظائفه ان يقلد من وظائفه ان يقلد الاعلم من وظائف ان يقلد الاعلم الاصولي للأعلم الاخباري ليس كذلك من وظائفه ايضا ان يشخص انه يعرف هاي المباني لهم يعرف لا اقل لكم اهل الفاضل عوام الناس قد من يلتفتون الى هاي المسائل اذا الان تكليفك لا تقول بانه والله كان الشهر قائم والاعلام قائم والشياع قائم ان فلان الاعلم انا مقلد لا لا والناقد بصير يوم القيامة مبهى البساطة والناقد بصير لا بتتحلها هذه معك تقول لي لا انا اصلا مبنائي مو هذا مبنائي شيء اخر ما عدي مشكل ارجع الى المطلب اعزائي هل يشترط او لا يشترط هل يشترط ان يكون مجتهدا في جميع المقدمات في عملية الاستنباط الفقهي او لا يشترط بنحو الاجمال اعزائي اقسم المقدمات الى قسمه القسم الاول من المقدمات اعزائي هي المقدمات البعيدة في عملية الاستنباط مقصوديا من البعيدة يعني ما تدخل بشكل مباشر في عملية الاستنباط وانما بواسطتين او وسائط اكثر ثلاث اربع تدخل ماذا في عملية الاستنباط من قبيل ماذا من قبيل الابحاث الادبية في الحوزات العلمية من قبيل علم المنطقة من قبيل نظرية المعرفة وجملة من هذه العلوم هذه تدخل في عملية الاستنباط ولكنه مو بشكل مباشر تدخل في عملية الاستنباط اذا المقدمات عبروا عنها ماذا البعيدة او التي لا تدخل بشكل مباشر في عملية الاستنباط القسم الثاني من المقدمات هي المقدمات التي تدخل في عملية الاستنباط بشكل مباشر مباشرة ان تدخل مثل ماذا مثل علم الاصول هذا اكو الشك عندك ان علم الاصول بشكل مباشر ماذا يدخل في عملية الاستنباط مثل ايات الاحكام مثل ما رد اقول كل القرآن ايات الاحكام بشكل مباشر تدخله بشكل غير مباشر لا مباشر بعيدة لو قريبة قريبة اعزائي لانه انت تقول بانه عند التعارض لابد اعرض ماذا على كتاب الله انت تقلت في كتاب الاصول مثل جملة من الابحاث العقائدية اللي هي تترتب عليها مسائل اصولية وان لا اذا ما تبحث عندك حسن والقبح عزائصا ما يمكن البحث في مسألة الجبر والتفويض عشرات المسائل مطروحة عزائي في محلها بالامكان مراجعة هذه داخلة مباشرة في عملية ماذا في الاصول اللي هي الداخلة بشكل مباشر اين في عملية الاستنباط الفقر اذا يوجد عندنا النوعان ماذا من المقدمات النوع الاول هي المقدمات غير المباشرة البعيدة النوع الثاني هي المقدمات ماذا المباشرة او القريبة اما النوع الاول اما النوع الاول اتفقت كلمة محقق مدرسة اهل البيت انه لا يشترط الاجتهاد فيها لا لا اغلق باب الاجتهاد ولذا انتم تجدون بانه في الامور اللغوية في الامور النحوية في الامور الصرفية هم يجتهدون هم يجتهدون لو يرجعون الى اهل الاختصاص لا يرجع الى اهل الاختصاص ماذا يقول يعني لم يشترط احد منهم ان يكون السيبويه مثلا في النحو حتى يكون ماذا متجتهد لا ابدا ولا ان يكون ابن مالك ولا ان يكون ابن هشام ولا 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 ابدا نعم اشترطوا التفتول جيدا اشترطوا ان يقف على هذه المقدمات بنحو دقيق بحيث يعرف حدود وثغور وموانع هذه القواعد يعني عندما يصير الشيء فاعلا ما هو وعندما يكون حالا ما هو وعندما يكون تمييزا ما هو لا بد يعرفين لماذا لانه قد يترتب الحكم الشرعي على ماذا على حدود هذه المسائل لا يشترطوا ان يكون مجتهدا لا لا ولكن يشترطوا ان يكون ماذا ها عارفا بهذه الامور ولذا امتجدون في حوزاتنا العلمية بين وبين الله مع الاسف الشديد في الاخير انتم تجدون خصوصا في الحوزات الفارسية في الحوزات العربية بدأت تضعف هذه المقدمات ماذا كثيرا الان ما كهتمام كما ينبغي ولذا تجده تجد الطلب الفاضل او يدعي الفاضل وحقك وحقكم يعني بلا اقسم لكم يقررون الابحاث الخارج وانا عندما اقرأ اشوف الصفحة الواحدة بحشرة اخطاء نحو يوصر فيه هذا معناه ماذا معناه ماذا دارس النحو لو ما دارس النحو ما يمكن مولانا دارس النحو يخطأ مولانا نعم سقد يخطأ عشر صفحات فخطأ الطبيعي هذا معنا من اتكلم قد اخطأ ولكنهم وانهم لا استطيع ان اكتب صفحة واحدة ما بها اخطاء نحو وصرفه هذا معناه انه قرأ النحو سيدا او لا لا قرأ البلاغ جيدا لا قرأ الصرف جيدا لا لم يقرأ اذا اعزائي من المطلوب في المقدمات البعيدة ان يكون عارفا بحدودها وثغورها وشرائطها وموانعها حتى يستطيع ماذا ان يستفيد منها وانا هذا ما يعرف حدود هذه القواعد وثغورها وشروطها الصير النتيجة شنو بدل اخص 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 انا كان واقع عبيدي تقريرات احد الاعلى ما لدي ما اجي من الاسفع التقريرات قرأتها شفت بيني وبين الله في كثير من المكانات الكلمة مواضحة شما ردت افهم الكلمة ما واضح واقعا صارت عدي حيرة الى ان رجعت تبين مولانا هذا الشخص ناقل الابحاث مو هو سامعا بالدرس ناقل من من الكاسيت والكاسيت بدل الحاء كاتب هاء بالفارسي اللي هو فارسي اللسان فبدل راح صار راح يا الهي هاي كلمة راح الله يعلم ده اقول وموجود عندي تقريرات هذا سبب شنو سبب الضعف في هذه اللغة ولا ما كوش اخر جاي اذا اعزائي في القسم الاول من المقدمات هاي خففناها على الاعزاء قلنا لا يشترط فيها الاجتهاد وانما يشترط فيها ان تكون على معرفة صحيحة بثغوري وحدودي وشروطي وموانعي القواعد يعني عندما يريد ان يستفد من قاعدة فلسفية او في نظرية المعرفة او في المنطق او في اللغة او في الناحو او في الصرف لا بد ان يعرف شنو القاعدة يعرفها حدودها وين يدري بابا اصالة الوجود بما تتميز عن اصالة المعرفة ما لدي اقول يصير ملا صدر لانه ما عنده وقت يروح يصير ملا صدر ولكن يعرف بانه ما بفرق اصالة الوجود عن اصالة المائية شنو اجتماع الامر والناهو لماذا مبنية على هذه المسألة اقسام الكل مو عندك في الاستصحاب اقسام الكل الكل ما هو تعرفه في المنطق حتى يعرف يطبقها زيان هنا في علم الاصول هاي القسم الاول ولذا سوف لن نقف طويلا عند القسم الاول طبعا بهذا نختلف عن من عن السيد الخو السيد الخو قال نحتاج لعلم المنطقة ومن نحتاج الجواب لا نحتاج وانت ما تحتاج وانت هماتي انا درست علم المنطق ويقينا درس نعم تقول لي لا نحتاج ان نعيش عشرين عام في علم المنطقة قلنا عام الحق معك لمن لمن يريد ان يصير افترض يريد يكتب الشفاء يروح يكتب ماذا او يريد يكتب منطق الشفاء يقرأ عشرين سنة ولا ما يريد يكتب منطق الشفاء ما يحتاج ان يقرأ عشرين سنة ولكن ما يحتاجه في عملية الاستدلال من المنطق لابد ان يكون جنو واضح امامه قواعده ثغورة موانع شروط مقتضيات كاملا يعرف بانه القضية متى تتشكل يعرف صدق القضايا وكذب القضايا هذا يعرف كاملا ولو عن ماذا ولو عن رجوع الى اهل الاختصاص والمعرفة في ذلك اما القسم الثاني والمشكلة كل المشكلة اين في القسم الثاني في القسم الثاني اعزائي وهي المقدمات التي تدخل في عملية الاستنباط مباشرة اللي احنا حصرناها وين اعزائي حصرناها في التفسير والعقائد وال اصول هذين الثلاثة مو اكثر من هذا وخصوصا ماذا وخصوصا المسائل العقائدية والمسائل الاصولية هل يشترطوا ان يكون ايضا مشتهدان او يكفي ان يكون عارفا اي منهم هذه القضية اللي هي الان تحتاج الى دقة وعمق هنا اعزائي توجد عندنا مسألة خلوا ذهنكم يمي جيد واذا من ميز بيناتهم اصير المشكلة المسألة الاولى هي مسألة الرجوع العوام في المسائل العقائدية الى المجتهدين في العقائد يعني بعبارة اخرى اتقل بينك وبين الله النبي معصوم تعتقد النبي معصوم بعصم مطلقة او لا يقول ايه تقول لها تعتقد انه يسهو او لا يسهو يقول ابدا ما يسهو تقول لها تعتقد بانه ينسى او لا ينسى تقول ابدا ما ينسى تقول لها تعتقد بانه قبل النبوة ايضا كان معصوما او لا يقول قبل النبوة معصوم وعشرات المسائل تقول لها انت شنو دليلك يقول والله ما عندي دليل بيني وبين الله الشيخ المفيد قائل قابل يصير هي شي قائل يعني اذا هو شنو هذا الانسان عن دليل دي يقول له عن تقليد ها واضح دي يقوله عن ومعتقد ها مو يقول بانه والله ما ادري معصوم لو ممعصوم لا لعله اعتقاده وعقد قلبه وامانه اقوى شنو من ايمانك ولكن من شأوا هذا العقد القلبي ما هو الدليل لا تقليد من عنده الدليل يعني اليك انا اسألك بينك وبين الله لو وصلت بخدمة الامام المعصوم تقول له يا ابن رسول الله انا يقين عدي انك معصوم اسألك بينكم وبين الله تعلمون الغيب ما كان وما يكون وما هو كائن او لا تعلموا يقول لك نعم نعلم نعم نعم يحصل لك الاعتقاد لو ما يحصل ها يحصل لو ما يحصل يحصل شنو دليلك والله ما عندي دليل دليل منو ديقول المحصوم ديقول مو استدل لقال لقوله تعالى وللآية الكذائية والروائية كذا موشكل تقليد تقليد محظ ولكنه حصل لي من التقليد ماذا يقين واطمئنان بهذا المعتقل هاي مسألة اعزائي وهي مسألة رجوع شنو عوام الناس الى في العقائد لا في الحلال والحرام لا في شرائط الصلاة وشكيات الصلاة لا في مفطرات الصوم ابدا ابدا ماذا في العقائد في المسائل التي يطلب منها الاعتقاد هل يجوز او لا يجوز هاي مسألة اعزائي خليها يمك رح نأتي اليها المسألة الثانية مو رجوع العوام الى ماذا الى المجتهدين في العقائد المسألة الثانية رجوع المجتهد في الفقه الى ماذا الى مسألة الى المتخصص الى المجتهد في العقائد ليأخذ منه نتيجة بحثه حتى يستعمل وين ها حتى يستعمل في عملية الاستنباط الاصولي او الفقه هذا الحاجة هاي الحاجة الثانية تختلف عن الحاجة الاولى لان هذا لابد ان يطلع على القاعدة وحدود القاعدة وثغور القاعدة وشروط القاعدة وموانع هو مو مجتهد ولكنه لابد ان يحصل له معرفة ماذا تم بالقاعدة الكلامية او العقائدية حتى يستفيد منها اين في علم الاصول يجوز او لا يجوز اذا لا يقول لأحد بانه هاي المسألة الثانية كالمسألة شنو كالمسألة الاولى المسألة الاولى لا يحتاج ان يتعرف على حدود القاعدة وثغورها ابدا في المسألة الثانية ماذا يحتاجوا الى ذلك بعد الفصل بين هذين ان شاء الله نأتي الى محل الكلام والحمد لله رب العالمين يا ربنا يا ربنا اظهر لنا معالبات بالمصطفى والمرتضى وبنيهما والفاطمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة